أرشي ميدس 287 طبل الميلاد 212 طبل الميلاد الحلقة الأولى من سلسلة علماء مسترشيفون ومخترعون السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأعطل مصدر ومرجع المعلومات أبو العلم التجريبي رياضي ومهندس إغريط قديم موليد في سطلية التي تانى يحكمها لغريط أنذا تانى أبوه فلاتيا تضع معظم حياته في دراسة الهندسة وإجراء بعض التجارب واستنباط أفطار جديدة استخدمها في تطور بعض الآلات التي تانت موجودة في ذايت الورد وتانى من نتيجة ذايت أن صنع اللولبة والطنبور الذي يستخدم لرفع الماء من الأمات المنخفضة وتوصيله للأراضي المرتفعة يصف بعض المؤرخين أرشي ميدس بأنه أبو العلم التجريبي لأنه لم يعتمد فرد على أفطاره ونظريته وإنما أخضع للبحث والتجربة ولذا فردت تاثورة وتنوعت الروايات عنه وعن اكتشافاته ولعل أشهر الروايات أن الملت استدعاه لفحص تاجي هل هو من الذهب الخالص أمان وسابيت من مجموعة معادن في البداية لم يتمتن أرشي ميدس من حل تلت المعضلة حتى تانى ذات يوم وبينما تانى يستحم لاحظ أنه طلما زاد الجزء المغمور من جسمه في الماء زاد ارتفاع الماء في الحوض عندئذ انطفز من حمامه وخرج إلى الشارع سريعا وهو يصيح وجدتها وجدتها فأحضر التاج ووضعه في إناء به ما ولاحظ ارتفاع الماء في الحوض نتيجة تلك الإزاحة ثم أخرج التاج ووضع بدل منه قطعة مساوية له في الوزن من الذهب الخالص ولاحظ مرة أخرى ارتفاع الماء في الإناء فوجد أن الارتفاع في الحالة الأولى يخالف الارتفاع في الحالة الثانية وهنا علم أن التاج ليس من الذهب الخالص تانت هذه التجربة هي مدخل أرشي ميدس لقانونه الشهير قانون الطف والإزاحة تمرتشف أرشي ميدس لقانين الروافع البطارات مما سهل رفع الأحمال الثقيلة للأمات المرتفعة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد المترجم للقناة